احنا بكم مع الحلقة العشرة من فوزير رمضان كل سنة واحنا طيبين ضفنا النهاردة بطل من الابطال المعدودين والقصة وما فيها لسيدنا سعر ابن ابي وقاص ارسل سبعة من الفرسان لاكتشاف معسكر الفرس في معركة بينه وبين الفرس بمجرد خروج السبعة تفاجأوا بجيش الفرس امامهم ستة رجعوا وبطل قصتنا هو اللي رفض العودة وكمل المهمة وبالفعل اكتاز معسكر مكوم من 40 الف مقاتل ثم تجاوز حتى وصل الى خيمة قائد الفرس رستو انتظر حتى مجيء الليل وضرب بسيفه حبال خيمة القائد وقطع رباط الخيل واخذ الخيل وانصرف عندما هرب بالخيل تبعه فرسان كلما اقتربوا منه اسرع وكلما ابتعدوا عنه تباطأ لانه اراد ان يأسر احدهم وبالفعل تم له ما اراد فاسر واحدا من الثلاثة بعد ان قضى على الثاني فجاء الى خيمة سعد بن ابي وقاص فقال له اعطني الامان واصدقوك القوم فقال له لك الامان ونحن قوم نفي بعهدنا فقال ان هذا الرجل ما رأينا مثله قط لقد تجاوز معسكرين لا يتجاوزهما جيوش وقطع خيمة القائد واخذ فرسه وتبعه فرسان ثلاثة كنا نعد الواحد منهم بألف فرس وهانذا واحد منهم فان كان عندكم مثله فلا هزيمة لكم وسؤالنا من ذلك البطل ومسم المعركة التي كانت بين الفرس والمسلمين وكان على رأسها سعد بن ابي وقاص ما تنسوش الاجابة في التعليقات او رسائل الصفحة واعملوا مشاركة كل سنة وانتوا طيبين رمضان كريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر